اهلا بكم الى موجز التاسعة اعلنت المبادرة الوطنية الجامعة في السودان موافقة المكون العسكري ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك على عودته رئيسا لمجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية وافد بيان من المبادرة بان الاتفاق يشمل اطلاق صراحة جميع المعتقلين السياسيين واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني بالاضافة الى الاستمرار في اجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية واوضح ذات البيان ان الاتفاق سيعلن عنه اليوم الاحد بعد التوقيع على شروطه والاعلان السياسي المصاحب له قالت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن السبت ان قواتها نفذت عملية توازن الردع الثامنة ضد اهداف عسكرية حيوية سعودية واضف يحيى سعيد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان ان قوات جماعته قصفت قاعدة الملك خالد في الرياض باربع طائرات مسيلة واهدافا عسكرية في مطار الملك عبدالله الدولي بجدة واهدافا بمصاف ارامكو ومطار ابهة دولية في المقابل قال التحالف السعودي الاماراتي انه نفذ عملية نوعية في صنعاء وسعد ومأرب دمر خلالها ثلاثة عشر هدفا عسكريا للحوثيين واوضح التحالف ان اهداف العملية شاملت مخازن اسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لاطلاق الطائرات المسيلة قالت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين ان اسرائيل قتلت سبعة وسبعين طفلا فلسطينيا خلال عام الفين وواحد وعشرين وتحاكم عسكريا بين خمسمائة وسبعمائة طفل سنويا واضفت الحركة بمناسبة اليوم العالمي للطفل انها وثقت استجهاد سبعة وسبعين طفلا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال منذ بداية العام الجارية حتى اليوم واحد وستون منهم في قطاع غزة ستة عشر في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مشيرة الى انه منذ عام الفين قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي نحو الفين ومئتي طفل فلسطينية قال وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان ان بلاده سترسل قوات شرطة خاصة لاستعادة النظام في مقاطعة جوادلوبا الفرنسية التي شهدت احداث شغب واعمال نهب وسط احتجاجات على القواعد الصحية لمواجهة جائحة كوفيد تسعة عشر واكد وزير الداخلية الفرنسي للصحفيين ان الرسالة لجوادلوبا هي ان الدولة ستتعامل بحزم في مواجهة المحتجين قالت وزارة التجارة العراقية السبت انها قدمت مقترحا الى تركيا لتشكيل تكتل اقتصادي يضم ايضا ايران ليكون قوة اقتصادية على غرار تكتلات موجودة في انحاء العالم ولتصبح قوة للمنطقة تتيح لها منافسة التجمعات الاقتصادية حول العالم حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية تسجيل نحو نصف مليون وفاة جديدة بفيروس كورونا في اوروبا بحلول مارس المقبل اذا لم تتخذ اجراءات عاجلة وقال المدير الاقليمي للمنظمة في اوروبا هانس كلوغاه ان الاوروبيين سيواجهون موجة جديدة من العدوى داعيا الى اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لذلك نهاية الموجز الى اللقاء موسيقى